بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نعمل مناقش على شبطر أربعة في النظرية النسبية هنحل بعض الأسئلة ونطلب منكم واجبات تحلوا نيةها سؤال أربعة واحد إذن قالنا ديسكشن على شبطر أربعة سؤال رقم واحد ما هي السرعة النسبية للجسم بحيث تكون طاقة حركته تساوي ضعف طاقة كتلته السكونية يعني المعطى أنه إذا كانت تي بتساوي 2 أمند سي تربيع فكم تكون في لهذا الجسم هنحن نعرف أنه تساوي تي زائد أمند في سي تربيع لو جينا عوضنا عن إي لهي قاما أمند سي تربيع بتساوي 2 أمند سي تربيع زائد أمند سي تربيع منها بنحسب قاما بتساوي 3 ولكن قاما هي 1 على جذر 1 ناقص بيتا تربيع له 3 بنربع الطرفين وبنعمل ضرب تبادلي منها بنحصل على قيمة بيتا تربيع 8 أتساع أي أن بيتا بتساوي 2 جذر لـ 2 على 3 وبالتالي فيه بتساوي 2 جذر لـ 2 على 3 من سرعة ضو إذي حوالي 0.943 من سرعة هذا سؤال رقم واحد نيجع على سؤال رقم 3 إذا أعطاني وحدة قتل ذرية يو بتساوي 1.66 فعشر أسال بـ 27 كيلوغرام فما هي الطاقة الناتجة من تحول كل هذه الكتلة إذا تحولت هذه الكتلة كلها إلى طاقة فكم تكون تلك الطاقة نستخدم علاقة أينشتاين والـ E ساوي M في سي تربيع إذن E بتساوي نأخذ الكتلة 1.66 فعشر أسال 27 ضرب مربع سرعة الضوء 3 فعشر أستمانية لكل تربيع هذا بتساوي 14.94 فعشر أسال 11 جول عشان نحولها للإلكترون فولت هاي بتساوي 14.94 فعشر أسال 11 قسمه على 1 و 6 فعشر أسال 19 تطلع 9.33 38 فعشر أس 8 إلكترون فولت يعني 933 و 8 من 10 ميجا إلكترون فولت سؤال سؤال فعشر فينا إلكترون هذا الإلكترون تم تسريعه ما هي سرعة هذا الإلكترون إذا أصبحت طاقة 50 كيلو إلكترون فولت يعني تي بتساوي 50 كيلو إلكترون فولت هذا فرع إيه من السؤال طاقة الحركة هي قامة ناقص 1 أم نض في سي تربيع لو جينا عوضنا عن تي 50 فعشر أس ثلاثة حولنا الكيلو إلكترون فولت ضربنا في ألف بدل كلمة كيلو ضرب واحد وستة فعشر أس ثلاثة 19 بدل إلكترون فولت هاي بتساوي جام ناقص واحد فيه الرست ماس إيه للإلكترون حط كتلة الإلكترون تسعة واحد فعشر أس ثلاثة واحد وثلاثين ضرب تسعة فعشر أس ثلاثة يعني بنعمل ترتيبات رياضية لنحصل على قيمة جاما بتسوى واحد فاصل سفر تسعة سبعة سبعة ومنها نعرف إن الجاما هي واحد على جدر واحد ناقص بيتا تربيع لو ربعنا الطرفين بنحصل على قيمة البيتا فبتطلع بيتا تربيع بتساوي بونت ايت ثري أي أن بيتا هي بونت فور ون وبالتالي سرعة هذا الإلكترون وعبار عن واحد واربين من سرعة الضوء إحنا حنطلب منكم إن شاء الله تحلونا الفرع بي وسي من هذا السؤال بي لو كانت طاقة الإلكترون تي واحد ميجا إلكترون فولت وسي من السؤال لو كانت طاقة الحركة هي عشرة ميجا إلكترون فولت هنمشع رفس الطريقة اللي اتبعناها في الفرع بي من السؤال نرجع لسؤال خمسة خمسة ولو كان في أنه شحنة تمر عموديا على مجال مغناطيسي منتظم إذا هذه الشحنة تم تسريحها بواسط سايكلوترون السايكلوترون بيعمل على مبدأ حركة الشحنة في مجال مغناطيسي منتظم فبيحدث دوران لهذه الشحنة ومن فيزياء اثنين اوميجا هي عبارة عن كيو بي على أم نحصل عليها بشكل بسيط لو رجعنا لتعريف السرعة الخطية في بالسوء آر في أوميجا وبما أنه الشحنة تدور فيه مسار دائري في المجال المغناطيسي يعني بتتعرض لقوة جاذبة مركزية وهي عبارة عن القوى المغناطيسية فكيو بي في في هي عبارة عن أم في تربيع على آر منها بنحصل على أم في في لو اختصرنا في مع في كيو بي في آر ولو عوضنا بدل في في هذه المعادلة ساعتها بنحصل على أميجا اللي احنا عارفين هل جيت أميجا العادية أميجا نط اللي بسميها أميجا كلاسيك اللي بتعتبر أن كتلة الشحنة ثابتة لكن لو كانت هذه الشحنة سرعتها كبيرة جدا اقتربت من سرعة الضوء زي الإلكترون مثلا من الشحنات الخفيفة في هذه الحالة بقدرش أحط للكتلة وهي الكتلة السكونية تتكلم عن أميجا جديدة وهي كيوبي على أم أو كيوبي على غاما أم نط يعني بتساوي أميجا كلاسيك لأميجا نط على غاما هذه العلاقة ما بين أميجا النسبية وأميجا الكلاسيكية في أن نجعل على سؤال تسعتاش سؤال تسعتاش بتكلم عن حاجة بنسميها باينار ستارز أو أزواج النجوم إحنا من بعيد بنشوف هذه النجوم وكأنها نجم واحد لكن هي في حقيقتها عبارة عن زوجين وهدول التنين بيلفوا حوالين بعض حول مركز الكتلة فالسؤال بقول لو كان سرعة كل نجم حول مركز الكتلة V هو عبارة عن ستة لاف كيلومتر لكل ثانية ويجدر أحد النجمين ضوء بطول موجي ستة لاف أنجستروم كم يكون الطول الموجي كما يراه مراقب موجود هذا المراقب في مركز الكتلة في الحالات الثلاث في حالة النجم الذي يبس هذا الشعاع إذا كان مقتربا أو مبتعدا أو يتحرك عموديا على اتجاه النظر أخذنا العلاقة إذن إحنا بنحل فرع إيه من السؤال بنحسب بيتا بنقسم ستة لاف بالكيلومتر على سرعة الضوء بالكيلومتر بطلع اتنين من المية يعني فيه هي عبارة عن اتنين من المية من سرعة الضوء في حالة الاقتراب الابروشنج نيو تردد بسوي نيو نوت الواحد زائد بيتا على واحد ناقص بيتا قلنا جابل هيك لو جينا عوضنا عن نيو ب سي على لمدة منها بنحصل على إن واحد على لمدة سواحد على لمدة ند جذر واحد زائد بيتا على واحد ناقص بيتا أو بسواحد على ستة لاف جذر واحد زائد اتنين من المية واحد ناقص اتنين من المية ومنها بعد عملية الريضية حسابية بنعملها نحصل على لمدة بتساوي خمسة تمانية تمانية واحد فاصة نين انجستروم يعني يحدث نقصان في الطول الموجي أو زيادة في التردد هذا في حالة في حالة الريسيدنج اللي بتعاد بنحكس الإشارات بصير واحد على لمدة هي واحد على لمدة ند جذر واحد ناقص بيتا أو واحد زائد بيتا ولو جينا عوضنا عن قيمة لمدة وبيتا فبنحصل عن لمدة بالساوي ستة لاف مية واحد وعشرين واتنين من عشرة انجستروم في حالة لترانسفيرز واحد على لمدة هي واحد على لمدة ند جذر واحد ناقص بيتا تربيع إذن واحد على ستة لاف ترب واحد على جذر واحد ناقص نين من مية تربيع ومنها نحصل عقيمة لامدة اللي تقريبا خمسة تسعة 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 انجستروم هذا عبارة عن بند ايه في سؤال تسعة 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 وإذا كانت الكتلة الكلية اذا كانت الطاقة الكلية التوتل الريدفستيك انرجي ايه تساوي خمس مرات الكتلة السكونية لجسم فكم تكون سرعة هذا الجسم بالنسبة للمختبر هذا المطلوب الاول المطلوب التاني هذا ايه المطلوب بي من السؤال بنا نجيب كمية التحرك الممنتم كمية التحرك هذا الجسم بدلالة الريست ماس انرجي اذا بدلالة اي نوت الريست ماس انرجي و سرعة الضوء هذا سؤال سبعة سؤال تسعة احنا حلينا فرع ايه منه بدنا فرع بي الالكترون تم تسريعه بواسطة الطاقة واحد ميجا الالكترون فولت وسي من السؤال لو كانت عشرة ميجا الالكترون فولت فكم تكون سرعة هذا الجسم في هذه الحالة نجي على سؤال سبعة عشر في ان تفاعل مشهور استضام يحدث بين الالكترون موجب الهو البوزترون مع الالكترون سالب وهو الالكترون هدول الاتنين لهم نفس طاقة الحركة يعني هذا تي وهنا تي فأنتجوا لي جسمين اتقال انه بايونز بايونز موجب وبايونز سالب خلينا اعتبر هدول كأنهم طاقة حركتهم قليلة جدا اترست نتيجة تفاعل جسمين خفاف زي الالكترونات ولكن معهم طاقة حركة هان تحول في هذا التفاعل طاقة الحركة الى قتلة على هاية جسيم بايونز فاذا كانت الكتلة السكنية للبايونز الامنود سيتربيع للبايونز بتساوي 140 ميجا الالكترون فكم تكون طاقة الحركة التي تلزم لهذا التفاعل هذا سؤال رقم 3 المطلوب حل فينا كمان سؤال من خارج الكتاب بقول ما هي سرعة مراقب التي يجب ان يتحرك بها لكي يظهر له لون احمر بانه اخضر يعني في ان شخص او مراقب نظر الى لون احمر في وضع السكون اللون احمر وطول الموج الى اللون الاحمر رد 6500 انجسترون كم السرعة التي يجب ان يتحرك بها لكي يظهر له هذا اللون بانه اخضر لامدا جرين في اندي كمان سؤالين هدول السؤالين تبعين لشبطر اثنين لو تجربة ميليكان وتجربة ثومسون السؤالين هدول تبعين لشبطر اثنين شبطر اثنين تم شرحه في المحاضرة للطلاب والطالبات في الجامعة قبل الاغلاق السؤال اول بقول في تجربة ميليكان لقطرة الزيت اذا كان متوسط الزمن هو عبارة عن عشرة ثانية اللي قد تسقط القطرة مسافة مقدارها خمسة ملي متر فيه اعطين المعطيات اللي كثافة الزيت تسعمية والفيسكوسيتي الميوع للهواء واحد وثمانية في عشر أسال خمسة فما هو نصف قطر القطرة وما هو ثابت استوكس هذا السؤال ايه دي من السؤال على تجربة ثومسون اللي كاثدريتيوب فيه مجال ماناطيسي تم استخدامه لحرف اشاعة الالكترونات شدة هذا المجال واحد من المية تسلا على مسافة مقدارها اثنين سنتيمتر فاذا كان بعد الشاشة الفلورسية عشرين سنتيمتر عن الشاشة فما هو مقدار الانحراف على الشاشة للالكترونات يعني الالكترونات ستنحرف على الشاشة اذا كانت طاقة حركتها الف الكترون فولت مطلوبة سلموا هدول الاسئلة وحلولها اما على المودل او ممكن تبعتوها بطريقة معينة على الخاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة